وصلنا في هذه اللحظات نعم هذه الصور المباشرة على ما يبدو تم إخماد النيران ونشاهد من بعيد طاقم الحماية المدنية الذي تدخل لإخماد النيران هذه الصور تصيركم إذن من عين البنيان في هذه اللحظات كما نشاهد الحماية المدنية قامت بإخماد النيران نرى تصاعد لدخان من إحدى النوافذ من بعيد كذلك حضور للشرطة العلمية حسب الصور كما نشاهد حضور للشرطة العلمية بزيها الخاص هذه الصور التي تصيرنا دائما مباشرة من المستودع بعد اندلاع إذن كما نشاهد هذه المشاهد مباشرة لأن مصالح الحماية المدنية لا تزال متواجدة بمكان اندلاع الحريق لتحاول إخماد الحريق نهائيا من المستودع الخاص بشركة نوارا بعين البنيان أين سيلتحق معنا بعد قليل مفتيف زنانهار إلى كريم عليلوش إذن في انتظار طيب نواصل معكم إذن في صور حية ومباشرة من أمام المخزن الخاص بمؤسسة نوارا لإنتاج المواد الغذائية طيب الصور التي تصلكم على المباشر تبين أنه تم التحكم في الحريق إلى حد اللحظة باستثناء بعض من كما نلاحظ في صور بعض من أعمالة دخان التي نلاحظها في الصور لحد الآن الحماية المدنية التي تتواجد هناك وقامت بإخماد النيران في انتظار معرفة كامل التفاصيل معرفة الخسائر يلتحق معنا كريم عليلوش أنا بك من جديد كريم وهل كانت وفينا بتفاصيل أدق ربما حول الأسباب الأولية لاندلاع الحريق وهل من خسائر كريم هل تسمعنا طيب سيكون معنا بعد لحظات نتذكر مشاهدنا وأنه تم تسجيل حريق بمستودع خاص بمؤسسة نوارا لإنتاج المواد الغذائية والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة بعض من المواد الغذائية كما نرى في صور التي تصلكم دائما على المباشر من عين البنيان غرب الجزائر العاصمة تم إخماد النيران وتحكم فيها لحد اللحظة سيقف موفا تلفزيون النهاري لهنا كريم عليلوش على حجم الخسائر وإن كانت فيه معلومات مستقات من الحماية المدنية كما نرى كل أسباب الأول هي الاندلاء الحريق نعم في هذه الصور التي تصيرنا مباشرة من هناك يحاول مصورنا أن ينقل الحدث معنا كريم تفضل كريم هارون نعم نحن لازلنا متواجدون هنا في مكان الحريق الذي نشب قرابة عند أذاني المغرب مثلما تشاهدون هذه المشاهد الحية التي تريدكم على من عين بنيان نشاهد يعني رجال إطفاء يحاولون دائما إخماد النيران التي التهبت منذ قرابة الآن يعني الساعة والنصف أو أكثر نشاهد نشاهد يعني نشاهد حضور نشاهد حضور كبير يعني لرجال الإطفاء وكذلك نشاهد طيب نشاهد يعني يعني هناك هناك مثلما تشاهدون يعني الكثير من المتدخلين هنا يعني يمنعون يمنعون طاقم تلفزيون أنها من أداء مهامه الكثير يعني من الأشخاص الذين يعني لا يتركون طاقم تلفزيون أنها في أداء مهامه لا نفهم لماذا يعني كل هذه التصرفات يعني طيب كريمة صورة واضحة تصيرنا على المباشر كريم فقط يبدو أن عناصر الحماية المدنية تمكنت من إخماد نيران كريمة شكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة ونكتفي بهذا القدر ترجمة نانسي قنقر